أصدقائي قبل ما بدلش المعطع بدي يقول لكم ما تنسوا تحطوا لايك تشتركوا القناة وتتابوني يا حسابي على انستجرام وهلا بقول لكم مشاهدة ممتعة يلا لا يشوفي يا ابني افتح تمك وقول ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الزين الخاد والي ده يطاردك حابا يبيل هلا بمشتركوا بقناة حطوا زر الجلس وروح شوفوا الدكتور الشاح يقول قولي! اليوم يقول معي كورونا دكتور! دكتور ضع مني! الساير مع عبني اللي حاجين ضع مني! لا 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 تشغل بك بسيطة كتير يعني احتمال نقطع له اجر احتمال تنتين احتمال نقطع له ايدي تنتين كمان الله وعمل ماذا كنت تتحدث عن الجد؟ عن جد؟ انا يعجبك يا زلمي نعطب أمزح معهم احتمال يطير واحتمال يموت موسيقى بس حاليا نقطع ميورا سلمناه عليكم يقول لك ماذا حضر القصود التي توجدك؟ وين رايح الله؟ بدي جيب تحليق لمكي قلت لك شي معين؟ كنقى لا يمتشي من جيبهم وصرعوا تعالى لاتأخر موسيقى موسيقى ما حدث معهد الطب؟ ما حدث بالتحاليل؟ واضح اعمار بيد الله ونعمة بزاه بس اش فيه يعني؟ لا 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 تخاف تخاف انت تحاليل ابينا تعطيه الحمد الله اقولك ينفخوا معلاءك اقولك يحروا اعصابك باعرف طلعوا واشتغل فيهن والك عبارك لأعمار بيد الله ايش بتريدني اقولك؟ اقولك قلنا لك والنعمة بالله بس قلنا تقاجي التحاليل هالله هو ممكن يعيش ثمانت ايام او سبعة بس عتمزح عتمزح انت صح؟ يا راي انو عليك اكيد عمزح يحرح علي شاك هالله مرة يعيش سبعة ايام وراح يغييش خمسة أيام بس الله ما عبر تنزح الله يبقى أمك قولك إذا ما بطعب يروحك ما بقول أنا تابعون يا أبني حرام قولك نزلوا حويات نزلوا حويات انتبه يا بك انتبهين بهين ما تفهم شي بالذعب يطاوج لقفتني أخل ببيتك استنوا رايح يشرب ماء وأجي لا يشرب ماء وليه؟ الشهاد؟ الشلي كسر؟ أمي؟ ولا ولا ما بقصدي كتعبرش شرب ماء الحالة واحد كسر قولها ولا ما بقصدي لك لا تقبرني ولا يهماك في داك مو كاسة في داك ألف كاسة ولا قالك مسوك مسوك كسر هي كمان أصلا صوت الكاسة هو عبي انكسر مريح العصب مسوك تقبرني مسوك يعني والله ما بحفش تقالك كنت أنا مشتهي على حشتغلني زمان أمي؟ آخر طلاب ما عاش أكسوحي تانية آخر واحدة تكرهم تقبرني ليك ومطبع كل ياته قدامك كسر اللي بدك يا نطبع كله على حسابك إذ اللي بيجي ببالك كسره على حسابي على حسابي لك يا عيني عليكي أنا من زمان بيجي أكسر والله راحة نفسية حاولش خينوحة كفزا عبا الحياة الأخير وبس نظهم جيدكم يا شباب قف شوفوا هيا الدعا ما تصيرش ألو قوليك أهليم بالحب قولك كيفك معلم؟ أنا ذهب انت كيفك؟ شو؟ ما في مبروك؟ وعلى شو المبروك بالله؟ نزلت اشتريت تليفون جديد وحديث كمان قوليك ألف مبروك إن شاء الله وعلى فكرة أنا كنت نامل أول لو بيشتري واحد تاني جديدة أي حب معنات هجيب من التاليفون اللي عندي لنشيط ناتنا في التاليفونات هو هك خلص ولا يهمك أنا رايح قاله الأبو يأخذ منه مصاري وبعدين بحشترينا في التاليفون جديد رايح قاله وبيشاتا هتاك رهم بحكي معك باي اهههه يا حص بابا نعم نعم يه حبيب قلبي أقمرني يا روحي إنتي بابا فيه يا ابو الشهيلو تاليفون جديد وأنا كمان بيتاليفون جديد بعد ذلك أي متكره معيونك؟ لا تكرر عيونك غالي والطالب الخيص خلاص طالما في أكشتر تليفون جديد انت كمال لازم تشتري تليفون جديد شقد حققه هالتليفون جديد يعني؟ يعني مو غالي كتير شغلت أربعة تلاف فيرة بس شقد؟ هلذا قلبي ايه انا بسوأ بالسبعة تلاف بابا خلاص انا راح اشتري لك تليفون جديد بس مو من هيدر عتقل علي انت راح اشتري لك واحد هيك كويس وارخص يعني هيك خفيف نضيق ايش رأيك؟ خلاص خلاص لا تزعر رايح اجيب لك فورا اجي رايح اشتري واجي فورا مجحب تحكي؟ دق جبلي اياه؟ ببعا عرف اليوم انتو امي صغير بقنشي يعني انتو شغل بعينيشي مو مهم جبلي اياه لا تأخر بسرعة ايه شو هالعيالي هاي؟ ايش هالعيالي هاي اللعندي اياها انا صار بدنا مشروب طاقة صار بدنا شي مريد نشربه مجودة؟ نعم 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 عبادة بتاع اخوتها دول مصاري مني؟ انزلي جبلي مشروب طاقة وخد الباري اليك لا 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 عبادة انت خلي مسارتك معاك انا 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 بجبلك مني نعم؟ من مي بدك تجبلي؟ بدي اجيبلك مني؟ انت خلي مسارتك معاك ما بأتأخر قولك الشهاد اصير للعيالي لك حدا شربان شي مستحيل لك انا نايم انا بحلم ولا بعلم؟ قولك اخ انا بحلم مع لي بحلم لك اصير لو في شي خلط ما بعلم بشري عبادة بعدين انت نبهہ علينا ممنوع حدا تدخل اندومي شلون جبت يا دقيت جابا لأيديك إذا هي تقبرني هذا كان قبل خلق من هون ورايح إيش بتشتهي إيش بتهف عليه نفسك بتقولي حتى أجب لك ياه ومسوق الله هي كالتون تقندوم يحطها جنبك مش هنكلم رسيهات على واحدة تساوية سوق قولك شكرا أمي شكرا أمي قولي ماله مالي مصدق مالي مصدق حالي أنا بحلم ولا بعلم علو قولك شلونك قوليك قولك لا تسأل علي طاول أنا أنا مبسوط ومكيف ماذي متى طاول قوليش بقر كلهاد مبسوط ومكيف قولك بعدين بحكي لا قد يش بدك اللي إيش فيه قولك دقيت أقل لك أنا والشباب رايحين الرحلة على البحر تروح معناه أكيد 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 بروح أكيد بروح انتو جاهزوا حارك وطلحكم معي مباشرة الرأسة بنزل بروح معكم بس طلع راح يصير دفع مصاري كتير ها يا ناخد بنتك مصاري كتير قولك لا تكن هم لا تكن هم طاول اللي أصلا أنا روحت الشباب كلها تا حسابي أنا حذقت كل المشاكلي أهل وطلع أعطوني نبديها اتركوا هم طاول روحتكم كلها تكيركم على حسابي رايح عن المسايا أحكي معك يلا جاهزوا حالكم بسرعة أبوي أكيد ما راح يرفض لي طلب مبابا 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 ايخي طلب ايخي طلب مع قطب منك شي طابل ممكن لا لا ابني الطاب اللي بدك يا انت من هون وروا يحكيشي وتطلبه راح عجبلك يا انت بس امرني امر يا عيوني الصراحة رفقات دا قولي ورايحين كيلات وطعين كيلاتو عن البحر قلت انا كمان يعني اروح معهم ع البحر كم يوم بس اش رأيك اكيد اكيد لازم تروح اش قد لازمك مصاري يعني اه اه شغلة اربعة الاف ليرة بس ولا يهماك وانا كنت عارفة نجح استغلع شوية مصاري خود بسوق هادول خمسة الاف دا الاربعة روح اطلع انت ورفقاتك وتبعزع على كيفك سوق قولك روح روح الله يزيد احملنا يا مو انا مفدق مصاري حقيقية روك حقيقية تروح وترجع بالسلامة يا عمري انت سلبناها عليكم يا جماعة مين؟ عبادة اجاء؟ والك الحمد لله على السلامة يا بطل بطل؟ الله يسلمك بابا الله يسلمك هاتا شوف احكيلي شترك للبحر كتير كان فويس يعني ما بتصدق احلى ثلاث ايام بعمري بس انا راجع عالطريق صار معي شي غريب ايش صار يعني؟ قولك انا راجع عالطريق شفت هذا الدكتور المعمل هذا اللي اجا صار يفحصني صار يقول لي ا Gröكا عرفته؟ اعطاني هالورقة اول شي اعتزر مني صار يروفني ويبوسني واعتزر مني وانا اسف قلتوا على ايش قل Zaic هاي الورقة اطلعش في اياه اللي اعطيها العضوك هو بيفهم ما بعرف هاي بتشوف هالورقة بتشوف قولي الله اكبر الله اكبر الحقيقة المبادرة الحقيقة طيب ايش في الصعف اهموني بس يلا جيت 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 ايش فيه الصاير بابا الصاير قولك هاد الدكتور المعافن المأمل اللي جبناي بحصل لابنك من كام يوم باعدتي هزا مع ابنك ورقة تحاليل عبقول فيها ان وقت تحاليل ابنك تفدلت مع واحد تاني وابنك سليم ما فيو شي طاول بعد كده المصاليف صرفناها نعم ما فيو شي ايه يعني انا انا جبتلوا مني مشروف طاقة حقصة ورقات راحوها فاضي وراكس كونت اذا انت راح عليك ستوراء انا راح علي اكتر من 12 الف بيت دليفون شديد وبين روح تتباح اللي راحا ياتو كان يروح راحا بلا رجعة ولا طعم الكهسات اللي خلاتو كالسلام مفق كرياتو ولا كارتون تلا عندو اللي حلفة يامين مازو تدخل على البيت وراح تجبتلوا ياها كرهات راحا الفاضي هالله بدي اطعم روح الى الدكتور هادوينو على فكرة الدكتور قال لي راح يسافي برقاتو البلدهو هالله قال لي لي نشوف هاد الدكتور يزيني خلم امي اش قاد قارب ادو يعيش ابنك خمسة ايام قال وبعد تكسير المطمخ و 12 الف تبعاتي و 6 الارات تبعات موجودة اش قاد بقي بقي خمس ثواني تعفر جيك يا ابن الصرام يتنعوا يا كذب تعفر جيك يا ابن الكلاب خلط اللي باتي بس حدا يفحبني ما يفحبهاش يطاور اه 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 أمتلك ماذا ستتوقف؟ لاتس يجب قبل أن تحصلوا بحق الماضي كانت أنت وأنت كنتوا بالموع تشترون الغراض بقلكم وهم من أهل المال صاحبين المال عموا معكم مقلقة وحطوكم الغراض زيادة وجبروكم عند المحاسبة إنكم تشترون الغراض كلها وإذا حصلوا معكم موقف كلها تكوفرتم وحفظ التعليق الأول لاتس يجب أنتنا الطريق أولا عن ضي القمر سأقول لكم الحلقة جميلة جميلة افكارك جميلة شكرا لك مندبرها ببيع دهب ببيع موبايل او اذا كان معي من رفقاتي بدينا ان هذا الحل احسن يعني ان شاء الله ما نزبه هذا التعليق الثاني مع الجنة سأقول لكم افل بقال له ان الغراض الزايدة مو قليلين وما معي فلوس اذا خليني اشطط بدال الدفع بكون احسر محمد يسر شغلني بالشطر مغمازع يا توتر حالة مناسب بيوتشو بطع اه اتمنى تطالع تعليقي وهي طرع تعليقك اما قلب ابيض اقول فيهم باخدهم بقول لامي انتي ومصي عليهم اتفعي حقا بحبك عبادة تابعتك من سوريا فيه تعليق شوية هكي من عند اسم نادو بول ما بعرف اذا اسم كان صح هبتقول لي والله لك والله انت كيوت وانا بحبك كلمة كيوت تستفزني لا انا مالي كيوت مالك لوريتة بتعليق استمر بهيك فيديوهات حلوة هالفكرة وتستاهل كل النجاح والطيفية وبصراحة انا مش صايرة معي واذا صارت معي باخدهم بطن طارع ما عنده مشكلة بنت سوريا اتخع بتقول مقفل لو صارت معي بقال له الغراض مو قلي واذا ما فعل بزلت الغراض بطن طارع انتبعتك من سوريا شعب سوري كل ياتو يعني جبار موسئل موسئ عاشي طاول بشت فراض بخلقته سيما شغلت بخه شوي وقالت بقفل اذا قال لي المحاسب لازم تاخدهم بقال له ان هذون مو قلي مع انا اللي حطرتون اذا ما استداني بخلي فتح كاميرات مرابة فكرة حلوة فكرة حلوة جبتها على الافية تعبت من الدنيا هذا اسم موءنا اسم تعبت من الدنيا اقول اكيد رح انجلت ولله بس لما بعرف انه مقلب بطحك بتروح الجلطين بحبك كثير بموت فيك بتابعتك من حلب وتحياتي لأهل الحلب احمد احمد اقول اكتر ما تعوب على الفيديو اللي يعطيك العافية يا حبيب قلبي ابو حمزة اقول مقفل انا ما صارت معي لو صارت معي بقال له المحاسب انه نسيت مخفصتي بالسيارة بدي اروح اجيبة وبروح وما برجع ام تابعك من الدنيا وبقبل اخر تعليق من عند حلعة بتقول فيه مقفة بطالع موبايلي على اساس اجاني اتصار بعمل حالي متفاجأة وبقال له يلا جاي بسرعة وبحرب من المول وبتروب كل شي بتمنى تتعليقي يا رب وطلع ورح املي فقط مقفة باخل تعليق من عند وليد عم بيقول فيه بقال له والله الاغراض مو اليوم ومأنا اللي حطيتون واذا بدك برجعنا محلون بس خلصني بقى وحيق اصدقائي وخلصنا فقط مقفة بدي اعتزم اصدقاء اللي ما طلعت تعليقاتهم ان شاء الله بباقي فقرات بتطع تعليقاتكم كلها ان شاء الله بحلقات اليومية لازلكم فقط مقفة فكل هاتكم خائفة بشاركوا حبايب وسؤال فقط مقفة لحلقة المقبلة يلا هو كل هاتكم حبايب بدياكم تكتبوا شو الصفة اللي بتحبوها فيكم يعني كل شخص فينا في عنده صفة ايجابية بيحبها بحاله فانت شو صفتك الايجابية بتحب بحالك شاركها معنا كل هاتكم حبايب شاركوا مع بعض حتى نتعرف على بعض اكتر ونزيد معنومات عن بعض اكتر واكتر ولا تنسوا الاشتراك بالقناة اذا اتجالس انه كتير مهم لحتى نوصل على 200 الف وبعده نوصل لأكتر 200 الف كيركا شكرا حبايب انتظروني ان شاء الله يوميا بأفكار جديدة واسئلة جديدة باي